نروح بقى لموضوع منع الرحلات لدير الانبا سمويل وكل مرة الرحلات تقف والامن يبقى منعها ويتم تصوير الامور دي الحقيقة بشكل غريب جدا هو ايه يا جماعة لغاية دلوقتي احنا كان كل مشكلتنا من الطريق يبقى يترصف ويبقى ممهد ويكون فيه شبكة انترنت او شبكة عفوا شبكة الخطوط المحمول تكون جيدة وكل ده تمام ايه اللي حصل لغاية دلوقتي ليه بيتم منع دخول الرحلات الاستاذ يوسف عزة المحامي كان في اتصال تليفوني مع احدى القنوات او احدى المواقع يعني كان بيقوله نقوات الامن الخاصة بتأمين دير قديس العظيم الانبا سمويل المعترف منع الدخول السيارات الى الدير وده كان فيه خلال الرحلة اللي تمت خلال الويك اند اللي فاتح وقال انه كان ما يقرب من سبعين سيارات خاصة اوتوبيس ومكروباس تم منعها من الدخول تم التواصل مع اباء الدير اللي اكدوا ان الدير مفتوح للزوار وان المشكلة ليست خاصة بهم تم طلب نجدة اللي افادت انها تعليمات امنية عليا طب يا جماعة لغاية دلوقتي وعلى فكرة الخبر موضحش ولا اي حد رد ولا فيه رد رسمي ليه بيحصل الازمة دي معلش نزمين لنا عارض الصور تاني يعني بصوا الامن واقفين ازاي طب يفهمونا هو المنع ليه طيب يعني نفهم طيب ليه الدنيا بتبقى كده وليه فيديوهات قبل كده تتصربت عن مشاكل بقى وتطاول ودنيا والامن يقولك معلومات ان دي تعليمات امنية عليا مين طيب اللي امر بده وليه يعني طب ما تقولولنا ليه مش الطريق الترصف وشبكة المحمول تمام ليه بيبقى المنظر كده للناس اللي رايحت تزور الدير بالمنظر ده وطبعا تم مناشدة الجهات المختصة للتدخل لاستماح للزوار بدخول الدير البعض عارف يدخل والبعض ما عارفش يدخل لكن الحقيقة الوضع ده مش عارفين هيستمر لغاية امتى بنتمنى رد من المسئولين ليه الدنيا مستمرة بالشكل ده وليه ما يبقاش فيه تنسيق مع الدير وانه يتم فتح برضو لو في عدد محدود مثلا عايزين يمر من الطريق ده لو هي برضو نية كويسة وانه انتوا عايزين تحموا الناس طب ما تعرفوا الناس الدنيا ايه ويبقى برضو الدير متعرف علشان يعلن ويبقى كده ما تجيش الرحلات وتقف بالمنظر ده ويبقى فيه مناقشات بقى ويجوا ناس رهبان من الدير ويحاولوا يتكلموا مع الامن معرفش ليه السيناريو ده بيحصل كده والمشاية دي بتحصل كل شوية ربنا يتدخل